وغادي الخبير الاقتصادي مرحبا بك أستاذ مرحبا وشكرا لأستاذ أهلا بك إذن بداية أن أستاذ مثل ما رأينا كان في ندوة للإنعاش الصناعي دامت ربما لمدة ثلاثة أيام تحدث كان في هذه الندوة العديد من النقاط المهمة أيضا تصريحات لرئيس الجمهورية ولأكد أنه سنة 2022 ستكون قاطرة الاقتصاد الوطني اليوم السؤال اليوم يعني من أين نبدأ يعني لكي نمشي بهذا المخطط وتصبح الجزائر قاطرة للاقتصاد في سنة 2022 بسم الله الرحمن الرحيم أكيد أنه اللي شفناه الجديد في هذه الندوة أنه كان جميع النقاط اللي تم تناولها كانت نقاط واقعية كانت شجاعة في طرح المشاكل أو النقائص اللي كانين على خلاف ما شفناه في السابق وإن كانت أغلب الندوات يعني ما تكونش بهذه الواقعية أو بهذه العملية لذلك حتى نشوفه في المخرجات يعني مخرجات الندوة تم التطرق يعني تم يعني العمل أو طرح مجموعة من التوصيات توصيات عملية تبقى يعني تبقى هي خطوط يعني عريضة أو CDFI يعني ديفي دوروت لكن يعني تطبيقها من أين نبدأ كين يعني كين الأهم كين المهم أو كين الأهم يعني نبدأ بالأمور الأكثر أهمية لازم علينا الآن نصلح الإطار العام كنقول الإطار العام ما معناها معناها يعني شفنا أنه القوانين أو تحديد المسئوليات أو تحديد دور الدولة تحديد دورها كمساهم كمنظم للعملية الاقتصادية تحديد مهام مختلف في الهيئات الأول مشكلة اللي كان يعاني منه الاقتصاد الوطني أو اللي كان يخلف يعني هذا العراقيل أو هذا الممارسات هو في أغلب الأحيان مشكلة يعني تدخل الصلاحيات مشكلة عدم فهم القوانين عدم توفر الميكانيزمات يعني كين القوانين طريحت يعني أو شرعت منذ عشر سنوات أو أكثر لكن للآن لم يرافقها يعني نصوص تطبيقية أو الميكانيزمات كيف نطبق هذه القوانين لذلك يعني أغلب مشاكلنا تركت يعني في هذا الهامش من الغموض تعلق القوانين وما كانت أدوات يعني واقعية أو عملية لن نعمل بها هذا من جانب من جانب آخر يعني الكل اتفق أنه الإصلاح الشامل يعني اللي لازم علينا نقوم به لأنه لما نتكلم عن العقار الصناعي أو الإنعاش الصناعي أو قطاع الصناعة ونحط هدف أنه لازم تكبر المساهمة تعه في الناتج المحلي الخام اللي تلحق 15% وحاليا نرى في 7% يعني هذا التحدي كبير اللي لازموا يعني كثير من العمل يعني ليس يعني فقط يعني شعار أو لذلك يعني لما نتكلم عن قطاع معين لازم تقريبا كل قطاعات متدخلة لما نتكلم عن الاقتصاد الاقتصاد هو يعني كل لذلك يعني لازم علينا نندل إصلاحات المالية لازم باش نقدر يعني شوف نحن توصية توصية اللي تقترح أو تحث المؤسسات الصناعية العمومية على باش تمشي يعني التمويل يعني بطرق أخرى غير مساهمة الدولة أو غير الاعتماد المفرد على الخزينة العمومية يعني يعني كين يعني دي فورميل أو سياق أستاذ حمزة بوغادي لو نتحدث عن نقطة جد مهمة ربما جاءت في هذه الندوة وأيضا كان لها أهمية من قبل يعني تحصوا على قانون الاستثمار يعني صدرت مسودة مشروع قانون الاستثمار مؤخرا يعني مشروع قانون الاستثمار يعني نوعا ما معدلا لقانون الاستثمار 2016 لم يأتي يعني لم يأتي بالجديد أو لم يأتي يعني بالأشياء الكالي اللي كان منتظر منه يعني كنا ننتظر وكان نحتف تصريحات يعني أغلب المسؤولين حتى المال والوزير الأول قال فيه كان فيه قرارات أو إجراءات شجاعة لأول مرة لكن مشروع قانون المشروع يعني رفض من الحكومة وطلب من وزارة صناعة يعادة يعني مراجعة بطريقة كاملة وحتى يعني لما نتكلم عن قانون الاستثمار يجب يعني الاستماع للكل للمتعاملين الاقتصاديين لمنظمات يعني لأرباب العمل للفاعلين لأنهم يمتلكوا يعني التغذية الاسترجاعية يعني يعرفوا المشاكل تها الاقتصاد يعرفوا المشاكل إذا كان يعني ما كان مشاكل ضريبية أو إذا كان مشاكل إدارة أو إذا كان بعض القطاعات اللي تعاني يعني من عدم فهم يعني الإجراءات اللي فيها لذلك يعني يجب إشارة كل هذه الفاعلين باش يكون يعني باش يكون قانون الاستثمار هذا أكثر فاعلية لأنه خاصة إذا يعني كان القرار أو التعويل على سنة 2022 أن يكون سنة اقتصادية بامتياز أي جذب المستثمرين والمستثمرين يعني محش يكونوا غير محليين يعني المستثمر المحلي ربما قدروا نجذبه لكن المستثمر الأجنبي صعب نوعا ما أكيد أنت عارفة أنه حاليا كانت تنافس محموم يعني في أغلب الدول حتى يعني الدول الغنية يعني عندها الجذبية الاستثمار جد عالية مقارنة بالجزائر لكنها يعني تتنافس على مليون دولار 2 مليون دولار 5 مليون دولار يعني لا يهم يعني حجم الاستثمار لكنها يعني تلقاها يعني تتنافس بشراسة قوانين استثمار خاصة في الاستثمار الأجنبي حاليا نحن لما نتكلم يعني نتكلم عن إيجاد طرق تمويل جديدة وإيجاد يعني مصادر تمويل جديدة الجزائر يعني علينا في هذا الوضع الحالي أن ينفتاح على السوق المالية العالمية وباش نفتح على السوق العالمي المالية لازم يكون عندي هذا الطريق باش التدفقة المالية هذه نقدر نوجهها لذلك يعني الإصلاح البنكي الداخلي البورصة تعليمت زالها متأخرى جدا يعني حتى للمواطن في العملية الاقتصادية تقول له تقافة على المواطن يقدر يقول لك يعني صافامو تيفي للستوية يعني يشارك في العملية الاقتصادية يقول لهم عنده 10 миллиanna 5 ملا이나 سنتيم يقدر يروح يشريء أسهم ويشارك في العملية الاقتصادية صافامو تيفي للستوية هذا من جهة من جهة يعني بوركاناليزي هذا التدفق يجب أن تكون لديك وضوح حتى في قيمة الأشياء لما يقول الدعم الاجتماعي أو الدعم للطاقة دعم الماء دعم كل المواد المدعمة هذه يعني لو لم ندرش فيها إصلاحات عميقة مش ممكن أن نعطي إطار واضح للمستثمر الأجنبي سيدي كالكيول سيدي بيزنس بلون سيدي زيتود وحتى الإشكالية سيد بوغادي هو عدم استقرار منظومة قانونية يعني هذا يربك سواء مستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي عدم استقرار منظومة قانونية لأنه نقوله كل وزير يدير قانون أو في كل مرحلة هناك قوانين أكيد يعني شفنا حتى في ملف استيراد سيارات أكيد نقطة جد نقطة تقريبا قاعدية وأساسية هي استقرار القوانين نحن نشوفه في دول صناعية أو دايما نتكلم عن تجارب الدول النجحة لأنها يعني مرت بالمشاكل وكل الشرقات الحلول وقدرت تخرج بالحلول استقرار القوانين نحن المشكلة الكبيرة في الجزائر يعني لما يجي وزير أو يجي إدارة جديدة ما تكملش يعني في الإطار لهذاك اللي بدينا فيه يعني يبدأ من جديد وشفنا تقريبا لما نتكلم عن قطاع فلاحة أو قطاع صناعة يعني قطاعات اللي راه يعني نشوف قطاعه نشوف الأهمية مساهمته في امتصاص لنسبة ليد العاملة الشحر راه يخدم نشوف يعني مساهمته في الناتج الخام الداخلي نشوف يعني نشوف يعني الجباية اللي راه يوفرها وعاء الضريب اللي راه يوفرها الخازينة العمومية لذلك يعني استقرار استقرار القوانين يعني لذلك يعني أهمية إشارة كل يعني الفاعلين بشكل كيف نخرج يعني بقانون نخرج بقانون فعال مرين يفهم المناخ الاستثمار يفهم عندهم نظر على المدى البعيد أكيد وعندهم نظر على المدى البعيد لذلك يعني إعادة النظر يعني إعادة يعني رسكا قوانين استثمارها في 2016 ولا من قبلها أو بتعديلات هذا المحش يجيب نتائج وإحنا طموحاتنا الآن كبيرة يجب على جزايا تنويع صادراتها يجب على جزايا تنويع نسيجها الاجتماعي والاقتصادي لازم علينا خلق مؤسسات أكثر يعني أعطاء سرعة في تنفيذ أغلب التحديات هذه وأغلب هذه البرامج لذلك يجب علينا نكون أكثر حزم وأكثر جدية في العمل تحدثنا عن الصناعة الصناعة ربما هي أساس الاقتصاد أي اقتصاد في العالم تحدثنا أيضا عن الاستثمار الاستثمار يعني يجذب الأبواد للجزائر لكن ربما أهم يرافق الاستثمار هو العقار الصناعي يعني الوزير كشف أنه حوالي أكثر من 147 ألف عقار صناعي غير مستغل هذا الشيء أدى إلى أنه يتم استحداث وكالة وطنية للعقار الصناعي يعني هل ترون أن هذه الوكالة ربما ستفيد الاستثمار وستفيد المستثمرين؟ أكيد أكيد يعني لما نتكلم عن الصناعة الصناعة يعني هي جدا مهمة في أي اقتصاد ونشوف أغلب الدول الصناعية تكون فيها الصناعة هي المساهمة الأكبر في الناتج الإجمالي نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية تشوف المجال فلاحي فيها تقريبا من الحقش 1% من ناتج المحلي الخام تشوف الدول المتخلفة أو الدول يعني في طريق النمو أو الناشئة تلقى القطاع الزراعي غالب عليها لأنه يعني هذا كل أبسط النشاطات القطاع الصناعي ما يميزه وهي القيمة المضافة الكبيرة لذلك لما نحكم يعني مدى خام يعني حديد مثلا جولوفاصون رح يزيد القيمة تعبها 300-400% لذلك يعني أهمية الصناعة في أي اقتصاد اللي حاب يطور لما نتكلم عن العقار الصناعي نحن تقريبا نشوف يعني كان كثير من الهيئات يعني كان فيه تداخل أيضا عندك لضومان أملك الدولة عندك لانيالاف عندك لكلب يلاف عندك كثير من الهيئات وفي بعض من الأحيان يعني تداخل للصلاحيات طيب ربما بما أنك تحدثت عن هذه النقطة نقطة جد مهمة اليوم أين طار الأولوية يعني قانون استثمار جديد وتحفيزات أم ربما استحداث وكلات أو لجان أو تحسين مناخ الأعمال هنا بالجزائر يجب علينا أن نضيف هذه الهيئات يعني ندمج هذه الهيئات في هيئة واحدة نعطلها أكثر صراحية ويعني ونضحلها لمهام تحى حتى ما يعملين أن نتدارك الأخطاء اللي درناهم في السابق هذا أولا الأمر الثاني أنه تقريبا العقارات اللي ما استغلتش يعني رجع يعني لغاية بالمراقبة بخدش القانون حتى في القانون القديم مواضح عندك 6 شهر يعني عندك 12 شهر يعني لفظت على رياري ناسيون 12 شهر تعليكسبوطنسيون يعني لما وقانون واضح إذا فاتت 24 شهر واللجنة يعني لجنة المراقبة خرجت ومقاتل الوزين يعني ما زال ما طلعش تبدأ في الإجراءات القانونية يعني هذا القانون واضح الغياب المراقبة والمتابعة اللي كانت في الأول ما القبل لازم يعني نكون أكثر جدية فيها أيضا يعني اللاميناج موت على الزون يعني حتى يعني ما نظلمش الناس أنه كان في بعض المناطق الصناعية أو بعض الأراضي العقارات الصناعية اللي مونحت لا تحتوي يعني على التجهيز ما فيها لا طرق يعني لا تصريف يعني المخرجات الإنتاج هذه يعني كان تقريبا أراضي يعني شفت نعطيك مثال يعني في حتل المنطقة الصناعية في شرغم العيد كان مثل مصنع جديد أول من النوعه في الجزائر تعالى الألواح الشمسية يعني تلقاه وحده في منطقة تجتهيئة لما كان وحده يعني وحده تقريبا وحده وتقريبا هو لما كان يعني حاب يخدمه كل شيء تقريبا كل شيء وحده يعني هذا المثال من كثير من الأمثلة حتى يعني نعيد النظر بطريقة جد يعني فعالة طيب سيد بوغادي ربما كسؤال ختامي تحدثنا عن عديد العراقي اللي ربما رهي تعيق مناخ الاستثمار هنا بالجزائر ربما ما هي مقترحاتكم لتحصيد مناخ الاستثمار وتوفير العقار الصناعي أولا يجب يعني الإحصاء الاقتصادي يجب علينا القيام به في أسرع وقت لذلك باش نعرف المقدرات والإمكانيات الموجودة يعني باش نقدر نديلها الاستغلال الأمثل للكامل واش عندي بلوس يعني في المستقبل واش راح ندير هذا أول شيء والتاني شيء يعني لازم يسراعي في وطيرة تجسيد الرقمنا في كل القطاعات لأنه لما تكون ما يكونش عندي الإحصائي ما يكونش عندي المعلومة واللباص لدوني المعطايات ما نقدرش ناخد قرارات ما نقدرش يعني نعرف وراه نقاط الضعف تحت الاقتصاد التاعي وراه نقاط للقوات تحت الاقتصاد التاعي أيضا يعني لازم علينا نكون أكثر حزم في إصلاح الإدارة لأن الإدارة هي أدات تسهير الاقتصاد خاصة ربما البيروقراطية أو ما يسمعها الرئيس تبون بالجريمة الاقتصادية أكيد أكيد يعني تطلع المصاف الجرائم الاقتصادية لأنه راح ضرر مشغل اقتصادي لما يكون اقتصادك ضعيف وفيه مشاكل راح يعاكس على كل الأمور الاجتماعية والسياسية وتقريبا كل شاح ينضر في الدولة لذلك من أهم النقاط أيضا يعني إعطاء المجال أكثر للمشاركة القطاع الخاص يعني إشاركوا مع القطاع العمومي يعني إعطاء يعني إعطاء يعني إعطاء إطاع قيمة للكفاءات حتى يشارك يعني الدياسبورة يعني الجرية الجزائرية في كتير من الكفاءات اللي نقدر نسفد منها يزم يعنينا الاستغلال أمثل لكل المقدرات والمقاومات اللي تمتلكها الجزائر بطريقة أكثر واقعية وأكثر عقلانية شكرا لك الأستاذ حمزة بوغادي الخبير الاقتصادي على كل الشروحات التي قدمتها لنا مشاهدنا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفنا للنقاش بقية الأخبار نستكملها مع ظهور شكرا لك يا مروا وإلى ضيفك يا سيد بوغادي